بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. براحة فيكم أحبائي. محاضرتنا الأولى في الكلاسيك كلاس تاريخ اليوم 14.5. المحاضرة الأولى حندخل في في موديل بسيط. بس الهدف مش انه نخلصه بقدر ما نحفظ الطريقة وتكون مطبقة على أكثر من الفن. فإن شاء الله حيكون سهل وبتمنى عليكم نشتغلوا. يعني حيكون معنا محاضرة ممكن يعني ياخذ معنا محاضرتين. احنا محاضرة من ستة لسبعة ونص ساعة ونص. ما اعتقد انه يعني انا بنص ساعة بتخلص معي القطعة. لكن لما بدك تشرحها الوضع بيختلف شوي. بداية نروح على فايل وروح على view image. اوكي ندخل الصورة. ديس وين. هذول سكاتش ستايل تابل. وفيه لها ملف بي دي اف بشرحها. لاني انا اردي عملت عليها ريسيرتش. وحصيتها يعني ابسط الشكل ممكن اندخله من اجل كلاس ون. ديس ون. ديس ون. فهاي الاسكاتش ستايل تابل. وعفكرة السعرها ثلاث تلاف تسعمائة دولار. دي ربالك يعني مش رخيصة. قطعة ضخمة جدا لانها بتعتبر انتيك. انتيك وشي انتيك بصراحة بيكون سعره كثير كثير غالي. اوكي. انا بهمني كيف تعمل هاي القطعة. اوكي. انا بعرف ان الكل بعرفة اعمالها فيك. انا متأكد. لكن الطريقة السليمة. والصحيحة والبسيطة. فانك تخلص تخلصها كلها بنص ساعة واقل حتى من نص ساعة. اوبيشنز. على اغلب الكل بعرفها لكن ما يتعمق فيها. ان شاء الله اني اكون احتخلكم فايدة الها. ممكن الان ادخل ال W اكبر للشاشة. كنترل مع راي تكليك. عشان تطلع على المينيو السريعة. تحتوي على الاشكال الخطية او المجموعة. اشكال الجيومتري وترانسفور. اللي هون. انا محتاج يكون عندي بلين. واح ارسمو تقريبا في المنطقة اللي هون. قبل ما ارسمو بتطلع على القرد. القرد اللي عندي بقرأ بالاسفل زيرو بوينت واني يعني عشرة سانتي. فبدي ارتفاع ثمانين سبعين تسعين ما عندي مشكلة. بهمنيش الارتفاع الان والسكيل. علاقتها مع بعض حتكون منطقية. لكن اخر شي بتكبرها وتزغرها ما في مشكلة. افث لي عشان اعملو الصورة نفسها مرة ثانية. فممكن اسحب الصورة دراج عليها بهذه الشكل. اوكي. طبعا مفروض انها تكون الصورة مناسبة اكثر. فحختار انه يكون العرض اكبر شوي. اه يعني منطقي. استايل منطقي. علاقته بX بل Y منطقي. ما في داعي نحط UV ديولوماب. المور واضحة بالعين يعني. بالنسبة لنا خلص. تقريبا هيك. هيكون مناسبة. تمام. اول نقطة نازم نعرفها انه في عندنا امر اسمه لوفت. ولوفت قدراته هائلة جدا جدا جدا. لكن احنا ما كنا نتعمق في بليفل ون. لانه مستعاب الطلاب يكون انه خلص لوفت عبارة عن قطعة. اوكي. هي اكستروجين. اكسترود. ضمن مسار معين ضمن سكشنز. فاحنا حكينا عنها اشي بسيط جدا يعني لا يكاد يذكر. لكن احنا نتعمق الان فيها بطريقة احترافية اكثر. وبصدقا كل الابشنز اللي به هالطريقة اللي فيها اكثر من بروفايل بتكون عن طريق السويب. نفهمه اكثر. اول اشي بنهمني ان القطعة هاي اعملها. قطعة هاي لوحدة لانها اصلا منفصلة عن البوكس اللي بالاعلى. كيف اعمل القطعة هاي بشكل سريع جدا جدا جدا. اول اشي لازم افكر فيه اني ارسلها بروفايل. بروفايلها كيف? هعدهم واحدة امامي. اثنتين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وفيه بالخلف كمان خمسة انا اتناعش. اتناعش بها الشكل. اتناعش رحز. كانها بروتغان اعتبروها. اتناعش رحز وشكلها دائري. معناته بدي ارسم بروفايل الى الان. فبختارات تكنيكو بختار السيركل. وهي السيركل تبعتني تقريبا نفس الحجم اخذها. تقريبا نفس الحجم. وهي السيركل. اوكي بدي اياها مثلا اخذ نسخة عنها احتياط. بديها تكون بروفايل. لو رحنا على الفيرتكس من اشكال خطيئة. او كونفير ديس وان تو. اه براش فيرتكس. براش سيركل. نختار نجمة احسن. هي ستار. لانه فيها عدد سريع. بحدده من مباشرة. اتناعشر ضلع مباشرة. هاي عنده اتناعشر ضلع. وضل اتناعشر ضلع كونفيرت مباشرة تو اس بي لاي. حولتم. انا اخذ رقم واحد. ومحتاج المنطقة الداخلية لهم. بختار كيو من الكيبورد. كيو بيحول لي السليكشن. بديها دائري. دائري بها الشكل. فبدي اعمل سليكشن تقريبا منتصف لحد المنطقة اللي بالاسفل ها. بدي احاولهم يكونوا كورنر. اوكي. رأي تكليقهم اصلا كورنر يعني. اوكي هاي كورنر. شكلهم كورنر. بدي الباقي. كنترول مع اي الان. كنترول اي عملت انفيرت للسليكشن. هاختار سكيل. لاحظوا سكيل لما تكون سنتر. انا بكبرهم وبصغرهم. انا ما بدا كبرهم وبصغرهم. اوكي. ممكن اصغرهم شوي. بس يعني مش هذا هدفي. هدفي انه كل قطعة نقطة اغير ستايلها. فحاختار. يكون. لان هو ماسك نقطة واحدة لكن يعمى مع كل النقاط. طيب النقطة نفسها شو نوعها? احولها بيزية. اعطاني هذا الشكل. احولها كورنر. ارجع اعطيها بيزية. احولها السموث. او ممتاز. بس السموث ما بعطيني سكيلينج لها. شو بدي اعمل بيزية. مرة ثانية. واحاول كبر واصغر. طيب. لان بدي اختار واحدة منهم والفها بهذا الشكل. بدي الف كل واحدة فيهم. صعب. الموضوع الصعب. شو اعمل? مباشرة حولهم كورنر. اوكي. وحصغرهم للأسفل. عن طريق البيفوت. حولها بيفوت. سنتر. يصغروا للأسفل. خليهم هذول لانهم مش صعب ان يغيرهم. كونترول اي. حاقتها للمجموعة الثانية. واحاولها تو سموث. بها الشكل. او بيزية. بيزية. الان عندي القدرة ان اعمل السكيل. الان عندي القدرة ان اعمل السكيل. ثواني بس. ثواني شباب. الان محتاج المنطقة العلوية تكون اكبر. بالحالة هاي صعب. لما يكون سنتر. لا انا بديها تكون كيرفي اكثر. فبغير البيفيت بوينت. تكون. الان ماسك واحدة بس انا ماسك الكل. فشو كيف بكبر? بصغر. الان القطعة هاي اللي بالنسبة لي. او اكبر على الصورة هون افضل. القطعة هاي بالنسبة لي عبارة عن كيرف. فبدي اعمل نفس الشي تقريبا. بها الشكل. خلصتوا. هذ حيكون بروفايل لمين? لللاين. تمام? هختار كنترل مع راية تكليك واختار لاين. الان لاين. وابلش من زاويته من الاسفل على اعتبار طوله صح للمنطقة العلمية. الان هختار امر اسمه لوفت. اكس فرم كيبورد. ال او اف. لوفت. هختار بروفايل. من اليمين هختار بك بروفايل. اللي هي شيب. تك عليها واختار الشيب تبعا. اعطاني هذا الاحساس. ممتاز. بس الشكل دائري. الشكل دائري. زي هيك بالضبط. كيف احول القطعة من الستريت للشكل دائري. الامر بيس أوف كيب. من موديفاي. اروح على ديفورم. ديفورمز. تشكيلات. تلك على الديفورمز. في عندنا سكيل. في عندنا توست. تيتر. بيفل. فت. فت بتاخذ الحجم كامل. حنبلش فيهم واحدة واحدة. فت حتاخذ الحجم كامل. الضوي اللي هون مدام وضوي معاته مفاعل المنطقة اللي هون. ده غير مفاعل معاته مش مفاعل. يعني حتى لو كان في عندك بروفايل جوة فت. والكبسة مش مكبوسة على الفضل. فلازم اكبسها اول اروح على فت. من فت بتطلع لي ويندو جديد. بحكي لانت حاب انه القطعة اللي احنا عملناها تعملها فت بالضبط بالفرونت. اختار بروفايلك. هاي اليد اللي هون. كليك عليها واختار القطعة اللي هون. تيك. اعطاني الاحساس هذا بالضبط. هاي. اعطاني الشيب اللي انا بدية. لو رحت عالبي. هلاحظ انه اعطاني اياها. طبعا طلح لبرة شوي. نعطي اوكي. طلحها موف لبرة شوي. عشان نشوف شكلها. نفس الشكل اللي موجود عندنا هون تقريبا. الان لو رحت عال موديفاي. هلاحظ باللوفت. بالسكن. بلاحظ انه لو كبست افور بشوف انه في عندي السيجمنتس. السيجمنتس هي الشيب. ستيبس والباث ستيبس. شباب هاي الامور. النقاطة البسيطة هي الاساس. اذا ثمتها كل اشي حتتحسه معقد. حتنظله بنظرة بنظرة تحليل بسيطة بمعرفة كيف هي التولز. فنصبر مع بعض شوي. فالشيب ستيبس كل ما قللناهم بطل يبين عندي التفصيلات اللي هون صارت عندي حادة. فهو مفيد جدا اللي حتطبق تير بو سموث الليتر. فهو خمسة. خمسة مناسب. الباث ستيبس نفسه. شوف كيف عملته زير وصار عندي واحدة هون. كل ما زاد اكثر 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 كل ما كانت سكير في اكثر. كانت اطناعش اي ثنك انه مناسب. اطناعش مناسب. الان القطع الاولى هاي جاهزة. الكتلة هاي جاهزة. ممكن نعملها سكيل. اوكي. به هالشكل. بهالشكل اللي بدك اياه تطلع فت مية في المية بالقطع. ممتاز. القطع الاولى واضحة ان شاء الله. الان القطع اللي هون حتكون عبارة عن كيوب. كيوب تشامفر. فهيختار كيوب اللي هو من الستاندرد لا مش من الستاندرد من البرميتف اوبجيكت اللي هي الاكستندد. حتختار تشامفر بوكس. وما بدي اياه بوكس بدي اياه كيوب. كيوب يعني طوله وعرضه وارتفاعه واحد. فتقريبا حيكون تقريبا بهالشكل. تقريبا بهالشكل مع بيفل الفور. قياسه قياسه مش هاركز على كثير. ثمانية سانتي توتل. ثمانية سانتي بون زيرو ثمانية. تاب بون زيرو ثمانية. تاب بون زيرو ثمانية. لانه كيوب بالنهاية. سيغمانس اضافية مش محتاج فيه. مش محتاج فيه. بس اللي كيرفي احتمالي نزيدهم واحدة او ثنتين عشان يكون كيرف. تمام. الان القطعتين جاهزين. طبعا ما بهمني نسكيلي الان شباب بقدر مهمني كيف نعمل القطعة. نيجي للقطعة هاي اللي هي الرئيسية في الموضوع كله. ولاحظوا فيها البروزات الحلوة هاي كمان. ولاحظوا فيها كمان قطع زي هيك. اللي هي سفيرز على الجنب هون. طبعا اذا الصورة مش واضحة عندي بالبريفيو الخاص في الماكس. ممكن اوضحها اكثر باعتماد على كرت الشاشة. حروع على بلاس ساينين هون وروع على وحكي له اوكي انت بتورجين الصورة هاي بس الصورة اصلا هاي رزوليوشنا عالي. بس انت بتسمحلي اشوفها بس لحد الف وارب وعشرين بكسل. اوكي. اللي هي تيكشور ماب. وفيه عندنا البيك. البيك. حنوخذها بعدين. فبدي اعمل التوتل كله على عشر تلاف. على عشر تلاف. نعطي اوكي. عشان تطلع معي واضحة. الان كيف صارت واضحة. اشوف تفاصيل اكثر من الاول. مش هالتأثيل الكبير على كرت الشاشة بس بالنهاية يعني بريحك في رؤية التفاصيل اكثر واكثر. القطع حيبدى ارسومها بروفايلها. كنتل مع راتي كلك واختار الان الان. الان. ابلش من المنطقة العلوية. ما بدي الكيوب. الكيوب حيكون قطعة من فاصلة. حبلش من نطقة اللي هون مثلا. تقريبا الحافة اللي هون. الستريت لهون. تقريبا امناتشور لهون. الان بلش في القطعة هاي مباشرة حتكون تقريبا لحد هون. نقطة ولحد هون نقطة هون ستريت او ميلان خفيف. هون حتكون هيكون قطعة سفيرة عليها خليها ستريت. ضربة بسيطة هون للامام. بتنزل شوي. ستريت لهون وتنزل الاخر. وللنص بس. هاي القطعة اللي اخدتها شايفتمو اخدت القطعة هاي بالضبط. عشان نشوف شكلها على الجن. الان هاي القطعة هاي القطعة هي بروفايل هي بروفايل. بس في كيرفات عليها. كليك عليها واختار واحد من الكيبورد واختار اكس فرام كيبورد واختار فيلت اف اي دابل ال. فيلت او تشامفر فهاي هتكون كيرفي اكثر. لان لاحظوا النقطة هاي اللي هون وصلت لهون صاروا 22 نقطة واحدة. هنعمل ولد عشان ما يكون في تكرار للنقاط. هاي كمان ما في هارد اجز بالتصميم هاي ابدا. هتكون كله كيرفات بشكل او باخر. كله كيرفات بشكل او باخر. القطعة اللي هون لازم احولها بي زي اي كورنر. نوعها بي زي اي كورنر. واكبس على الاكس والواي زائد من الكيبورد بس اذكركوا فيها انها بتكبر. واجيبها تقريبا في المنجال اللي هون. التكسير هاد اللي عندي هون من انتربوليشن بلغي. اعملها ادابتف. صارت كيرفي فاري نايس كيرف. تقريبا بها الشكل. القطعة اللي هتكون هتكون بي زي اي متناسقة متماشية معهم. القطعة اللي هتكون كمان بي زي كورنر. اه تنزل الاسفل شوي. وهي هتكون كيرفي اكثر. اذا ما ما رد علي هذا الشيء الاعلى والاسف. دروه على اليمين. الاكس لاحظوا انه مطفي. لك بس افيت من الكيبورد. صار مفعل الاكس والواي بعملها الكيرفي. هاي ستريت ما بتهمني كثير. بتهمني هون تكون فيلت. ممكن اروح على اليمين هون واختار فيلت. مباشرة. هاي فيلت على اليمين. واختار فيلت بهالشكل. فيلت خفيف هون. فيلت خفيف هون. وفيلت حتى خفيف هون. تمام. القطعة هاي جاهزة. وان سايت. وان سايت. وان بديها تكون فت. فانا اخذها از انستنس. عشان اي تعديد فيها عدل على هاي بالضبط. واحكي له انا بدي اعملها على الجهة الاخرى. فبختار الاس بي لاين. ليفل تبعها. طبعا اكيو. من كيبورد عشان ارجعه ركتانجولر. واحكي له انا محتاج ميرور. ميرور. بس اختار ميرور. وحطها على الجهة الثانية. فتطلع مباشرة هون. شوف كيف. بدي اكثر. حزيحها اكثر. اكثر اكثر. اكثر تيجي تقريبا. قطعة هاي لوحدها. اوكي. اختار. اه هم التحموا مع بعض. شفين كيف التحموا من هون. مع بعض. اختار اجز عشان افسرهم عن بعض. او حتى فيرتكس. بدي المنطقة اللي هون بس. او حتى ممكن اروح على نفس القطعة الاصلية اللي هون. واشترع عليها مباشرة. ان شاء الله شباب الامور واضحة. يعني لسه ما دخل الناس في التعقيد. تقريبا. طبعا انا بنظر شباب. يعني مش فرونت اكزاكلي. فعادي ان هون يطلع ماتش. وهون ما يطلع ماتش. ما في ها المشكلة الكبيرة. فاخذ انبتوين. انبتوين يعني ممكن يكون مناسب ها الشكل. القطعة اللي عندي هون. هاي ما بدي يهدي لدي. قطعة اللي بدي اوصيلها من الأعلى. توصيلها من الأعلى عن طريق ايقليك واختار وصل النقطة هاي عن نقطة هاي بالضبط. واختارها كقطعة كتلة واحدة. هاي القطعة بدي يهديها تبون fit هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية بدي ارسم profile للقطع اللي هون فلازم اعرف احللهم. عندي واحد اثنين ثلاثة وعندي على الحافة اثنين هاي خمسة وفي ثلاثة في الجهة الأخرى زي ما أنا شايف من الأمام شايف بالخلف في كمان ثلاثة فالتوتل ثمانية فبختار نجمة فبختار ستار يكون التوتل ثمانية ثمن ثمن أضلع وممكن أعملها مباشرة تو اس بي لاي تو اس بي لاي حختار فيرتكس حختار المجموعة الداخلية كاملة بديها تكون فيري كيرفي لها بطن يعني فحولها تكون من راية تكنيك اختارها تكون كورنر بداية عشان عملها رفرش بعدها بيزية طلعت عندي نوحة غريبة شوي نعطيها سموث مقبول سموث في فيرتكس انت ما أخذتها أشكرك الله إنك تنتبه في كمان واحدة ليستفوها آي سموث فهيك صار بري سموثي إذا بدي أكبره شوي أو أصغره أروح على سكيل وأختار إنها تكون بيوت سنتر الريفرنس يكون سنتر بحثين أكبر وأصغره بيرفكت المنطقة اللي هون هتكون أقرى ما يكون للفلت أقرى ما يكون للفلت كونترل آي مباشرة عشان أعكس السليكشن وأختار فلت من يمين الآي النفسه أو من X فرام كيبورد أو عملها تقريبا حادة نوعا ما بهالشكل أقرى ما يكون للبروفايل بروفايلك هو شغلك بصراحة أهم شي نجاحك في تصميم بروفايل القطع هتكون بيرفكت القطع هتكون بيرفكت ممتاز بدينا سيركيل كمان هون نختار السيركيل هاي ونجيبها تقريبا هون تكون بروفايل فعندنا نوعين بروفايلات بروفايل دائري بروفايل يكون زي النجمة انتهى الموضوع لكن يفضل انه نقرأه بطريقة ذكية عشان يعني يكون شغلنا صح فحب ان احط lines بس عشان امتدادات بشكل عام وهذا الامتداد اللي احدد انه بداية الكيرف بس هيك للعلم بس بداية البروفايل الدائري من هون وبعدها بروفايل حيكون النجمة في المنطقة هيا فيه نجمة عندي فبعدها حيبلش عندي بروفايل shift و move للline بروفايل النجمة تمام اسكو باخدته وين حينتي بروفايل النجمة حيكون انت تقريبا في المنطقة اللي هون بس للدلالة حكيب وبعدها هاد بس اخلص وبعدها هايكون عبارة عن بروفايلات دائرية فعندي بروفايلين فيها القطعة هاي بروفايل نجمة و بروفايل دائري الآن حختار line الline هاد حيكون من control right click واختار line بطول القطعة نفسها من هون straight مع shift عشان يطلع straight لحض هون طيب الآن بدي ادخل البروفايلين على اللوفت فx from keyboard l of loft اللوفت لما اختار get shape في عندي نوعين في عندي percentage وفي عندي distance يعني انت حتدخل اكثر من البروفايل الآن بدك النسبة النسبة لتداخل البروفايل مع باقي البروفايلات كنسبة مئوية من طول من طول الline ولا كdistance انت عارفها فلازم احدد ان يكون نسبة مئوية او مسافة معينة انا لا مرح حدد هاي ولا محدد هاي انا بشتغل على السبحانين فبختار get shape اول شي خنختار circle لان هي اول واحدة circle عطاني circle بقول له اوكي لحد الآن percentage بقول له حد 20% عطاني كمان shape واللي هو النجمي هاي طبعا اعطاني circle وعطاني النجمي خلصنا ما في داعي ان ادخل في التفاصيل كثير ما في داعي ان ادخل في التفاصيل كثير بس الآن هادخل على الموديفاي وارو على اللوفت وارو على shape فعندي هاي بداية F3 طبعا هايها اللي هي النجمة النجمة يتبلش عندي تقريبا من منطقة اللي هو من الخط اللي هون انزلها شوي لحد هون طبعا مشكلة اللوفت شغلة وحدة انه ما في اندو انتبه فخليك وحضري في اي وقت اي وقت حس حالك تعمل ايش يحتمل يخرب مباشرة edit hold hold هي حفظ سريع جدا للفايل تبعك hold خلص انا هيك حفظته بدون ما حدد له اسم ولا حتى location shift to move بقدر اخذ shift to move للنجمة نعم لحد هون shift to move تطلع للمسيج هاي بتحكيه القطعة اللي انت اخدتها على القطعة الاصلية هي instance ولا copy بصراحة ما بتفرق instance ولا copy ما بتفرق ها سبت بتلك بيش فوق القطعة اللي هي النجمة بدي circle اول واحد عندي circle shift وارفعها للاخر as copy أو instance ما بتفرق ليش ما بتفرق copy أو instance لانه copy أو instance اذا انا بدأ روه على البروفايل وادخل على الموديفايل واعدل اه بتفرق لكن اعمل scale manual ما رو علاقة بالبروفايل instance أو غير instance ما بيأثر طبعا لاحظوا انه اصطدمت في القطعة هاي مشاركة تطلع طب بتعملها delete هاي راحت هرجع عيدها مرة ثانية shift وارفعها وما اسيبها الا على الاخر الان افلتها اعطي اوكي صارت فوق القطعة مرة ثانية delete اذا انا اخذتها من هون واسحبتها لهون shift وتركتها هون بدي ارفعها فوق القطعة ما في مرور ما في مرور يعني ما في عندي section يصير امام section او profile يصير امام profile بالmove نهائيا لكن بالcopy up بيزبط بالcopy بيزبط نعمله delete الان shift وموف وما اسيب الماوس الا على الاخر القطعة الان ما عنده مشكلة صار عندي قطعة بالاعلق هون صار عندي profile بس هو كنت بيبين معي لما اعمل عليه selection هون في profile ثاني طيب الان اعملت القطعتين هذول اموري تمام حروع على loft واروع على deform وعطيه fit انا الشكل انا عامل ومجهزه فهذا الشكل ما بعجبني هاي الشكل تبعي هاي الشكل تبعي بختار fit وبختار pick this one مباشرة هو ما فهم عليه هو فكره vertical مع انه horizontal طب انا بدي الفه الان في عندي كابسة هون تعملي rotate 90 درجة ما عقر بالساعة الامور تمام 100 في 100 شوه كيف لا مقلوب انا بدي العكس المنطقة العلوية الى فوق فبلفه كمان مرة كمان مرة فصار منطقة فيها تفاصيل الاعلى اكثر اللي هي الكيرفي اللي عندي هون الكيرفي اللي عندي هون صارت من الاعلى اكثر فصار نفس البروفايل بالضبط لكن 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 في عندي مشكلة صغيرة هون البروفايل نفسه البروفايل نفسه بالشيب واحد وهون في عندي واحد هاي عندي واحد ثانية نرفعه للآخر هيك اقل ما يكون بشوي انه هو نهايته هون بالضبط عندي القطع اللي هون هون السيركل هتنزل بالضبط هون عشان يحدد ما يعمل اوفرلاب هيك صار عندي اوفرلاب لازم ارفعه شوي للاعلى عشان يروح الوفرلاب لانه ما في منطقة مشتركة بين بين two sections فمعتصن بيحاول يدخل بس المشكلة عندي في النت فبقان القطع اللي عندي هون بالاسفل هاي بروفايل القطع راكب صح لكن ما لها حد دينيها فعشان يكون لها حد دينيها بعمل selection على السيركل shift وارفعها للاعلى تقريبا لحد هون asco ps كمان نرفع ليها شوي القطع اللي هون نزيلها شوي الشكل المعتصن بيحاول يدخل بس بيطلع لواحده ويبعدت على الواتساب هذا مش هو مش هو اوكي الان الان البروفايل عندي كأنه صغير من هون اكبر من هون فبروح على البروفايل نفس وبكبر سكيل عادي كبرت سكيل عادي عشان شو ما يكون عندي منطقة اللي هون تقطعها يعني كيف يعني اذا كان بروفايلك الصغير زي هيك مثلا وعطيته في المنطقة اللي هون فها ما بتكبر هو كأنه بعمل بولين الحواف فانت بدك تكبرها اصلا عشان تكون اكبر من الصورة الاصلية يعني كيف يعني لو اخدت نسخة shift و move بهذا الشكل لازم لازم هذا الاحساس يتغطى F3 فلازم بروفايلك الابيض هذا يغطي التصميم نفسه بس هاي النقطة اللي كنت حاب تصل لكم تمام الآن هاقتار القطعة واختار fit واحكي له بدي القطعة هاي مباشرة نعملها ازالة اول شي ما بدي يا delete هاقتار another piece this one والفها يمين شمال عن طريق الروتايت روتايت 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 هايك امورها تمام لو رحنا على shape حلاحظ انه في عندي shape في المنطقة اللي هون ننزله مشوف كيف بيختلف shape كامل نطلعه القطعة اللي عنده هون فيها زوايا حادة فيها زوايا حادة هون بديها تكون curvy very nice curvy طب نرفع نرفع shape للأعلى شوي لحد هون shape اللي هون نرفعه للأعلى أكثر شغل يرفع العلامات وفي شيء بتاني أمامه في شيء بتاني أمامه اللي هو this one هاي روعية كمان بصار عندي هذا الإحساس p z عطاني الجهتين قبل ننتصف هو أكبر شوي جاي care في أكثر جاي care في أكثر بيطلع معي هيك طب نعمله delete مش مزبوط F مرة ثانية وتأكد من line انه corner corner اثنين تمام معتصم بحاول يدخل مرة ثانية وأتأكد من الطول انه care في صاح أطلع من القطع اللي هون القطع اللي هون very nice care في عليها نقطة صفرة واحد اللي اتأكد مرة ثانية select all وعطيهم world world عشان إذا في نقطة مكانها خطأ زي هاي داع يجب يكون symmetrical على الجهتين ويكون الoption اللي هو interpolation adaptive انفعل انفعل احسن عشان smoothness سيلكل على القطع X from keyboard L of L of highloft تمام get shape واختار circle هي البداية circle أزيد مسافة معينة وعطي get another shape اللي هي القطع اللي عندي هون القطع اللي عندي هون واختار الآن نفس shape من modify أروح على shape نفسه قطع اللي هون shift خط نسخة منها للأعلى عشان تكون نهاية المنطقة اللي هي فيها نجمة بروز نعطي اوكي واختار نسخة ثانية من circle أحط على آخر شي للأعلى هون وعطي ها اوكي فعطاني هذا الاحساس دائرة نجمة نجمة دائرة الآن سأختار من loft deformation واختار fit بدي أعملها fit بختار tick واختار القطعة اللي هون tick عليها ولفها rotation أعطيني نفس الاحساس ما في مشكل الآن close أخدت نفس الاحساس للقطعة بالضبط اللي عندي هون بدي أحاول اني أختار انها تكون من file shape من هون دائرية لحد هون دائرية فعمسك section اللي عندي هون ورفعه move للأعلى في عندي section ثاني اللي هو الدائرة اللي هون shift و move أخذها للأعلى شوف كيف بطل عندي نجمة من منطقة اللي هون صرت النجمة عندي لحد هون فمن لحد هون circular بعد هيك النجمة تطلع معاي لحد المنطقة اللي هون تمام لحد الخط هون بدي نجمة هاي بس بعد هيك ما بدي نجمة فبختار بروفايل الثاني اللي هو الدائرة ونزل للأسفل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل ليسوا تقريبا عندي به القطعة لهم تمام اعطاني هذا الاحساس بالضبط اعطاني نزغر القطعة نفسها بروفايل سوري النجمة النجمة قريبا امسك النجمة F Z قريبة جدا قريبين من بعض كثير هما تشوف الان scale ما بيأثر ليه لاني انا مختاره FIT مختاره بالLoft هون الغي القطعة هاي الاسم FIT سيلكش نشوف كيف صارت معاي رجع هطلعت بهذا الشكل طيب القطعة عندي جاية غريبة شوية طيب لو روحنا على القطعة الاصلية هون وغيرنا scale ها بالY بهذا الشكل تقريبا بس نشوف شو هيصير واروح على FIT اروح اللوفت واختار FIT بقول لا غيرنا البروفايل فبك انا ذر بروفايل ذيس ون ولف وتسعين درجة للأعلى بدي اشوف اعطاني بهذا طريق طيب وليش ما اعطاني ليش اعطاني هون نقطة بس وهون ما اعطاني كيرف طيب نقرأ الموضوع اكثر نعمل undo خلينا ترجع زي اول كيرف لو رحنا على النقاط حلاظ انه فعليا نقطة هون فعليا في نقطة هون لكن هون ما في نقاط هون ما في نقاط تعمل بروفايل فهو بالتزم في النقطة اللي اصلا موجودة للقطع كل ما يكون في عندي نقطة كل ما يكون في عندي بروفايل معناته الأمور سهلة سيلكت على سيجمينس العلوية وعطيهم divide divide تيك تيك صار عندي واحد اثنين ثلاثة وهاي كمان زياد ما في مشكلة سيلكت على منطق هون divide 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 صار واختار pick another one this one والف وتسعين درجة بياشيك عجاني القطع بالضبط فالآن عدد النقاط الموجودة في البروفايل مهمة جدا فما حد تحكيلي وانا مشغل ومشظابط عرفنا كيف نزبط تمام ان شاء الله خلص خلصنا هيك القطعة هاي الشيب خالص أنا بالغت فيه شوي أصلا هو هون أكبر من هون بصراحة هون أكبر من هون أنا بالغت فيه شوي عشان أنه يطلع أجمل وأحلى أجمل وأحلى في عندي نقاط في المنطقة هما سفير دوائر طب كم عددهم هعدهم لحظوا أمامي واحد هضع الجن ما بشوف واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة وفي سبعة الجهة الثانية بالحجم تقريبا الموجود بالصورة وبيدي ستة عشر بدي لهم ستة عشر بتأكد من الحجم shift move as instance shift to move as instance وحط هون لولا حجم أكبر من البدية شو بعمل بختار scale لا ما بختار scale اختار radius لأنه إذا غيرت radius بتغير الأصل لكن scale ما بيأثر بالinstance فالآن الحجم مناسب والثانية هذه زبطت الآن delete خمس أنا أخذتها instance فزبطت على أكيد القطعة بديها تكون 16 قطعة أول شي ركبها في مكانها البدكية P P Z هكترها تكون تقريبا في المنطقة نصفها يبين بس تمام الآن بدأ نسخر ونسخر بطريقة سهلة جدا وبسيطة سهلة جدا وبسيطة حيكون المشترك بين الاسفير والقطعة الأصلية اللي بدلت حولها Pivot Point فبختار أنه يكون Pivot Point تبعها نفسها بالضبط فمن وين أجيبها من hierarchy أو أختار right click وروع على place pivot service click عليها بقوله وين أحط لك بقوله align align لمن القطعة هاي بالضبط بديها تكون center center أعطي أوكي صارت الآن بنص القطعة بالضبط يعني لما أمسك سفير مفهوظ يعطين Pivot Point هون من وين بنجيب hierarchy من المنطقة اللي هون effective only هاي الطريقة الثانية أعطي align وروح القطعة هاي بالضبط فأعطان xyz ومفاعلين center to center yes done الآن نطلع منها ولما أختار rotate ننتبه أنه Pivot ما تكون center ما استفدنا شي الشباب تكون reference merger سوري select عليها واختار مرجع اللي هي Pivot Point هاي Pivot Point آه this one ولما ألفها هتلف معاي حول القطعة تمام لآن هلفها 360 درجة 18 حب 16 حب tools الر وأحكي له كم درجة أنا بلزمني والله ما بعرف أو شي preview عشان أشوف النتيجة ولف ما بعرف كم اللي بعرف أنه هيلف 360 درجة معناته ما نروع على كم incremental بدي أزيد أنا ما بعرف من زيادة بس بعرف أنهم هيلف دائرة كاملة فبعمل التحكم مش في incremental التحكم في total فبك مساء الكبس اللي هون تيك الآن بطل في درجة زيادة ويقول لي total سيغطول مساحة 360 درجة ويقول أوكي معناته إذا عشر حب 30 درجة إذا 11 حب 32 درجة إذا 16 حب حيكون 22 درجة لكل واحد في 22 درجة لكل واحد هما instance تمام 360 درجة total العدد 16 حبة والدرجات هو بتحكم فيها ما العلاقة فيها هو بحكي لي 22 وش اللي عمل وقسم من 360 على 16 طلع 22 ونص بطلع على الصورة الأصلية وبطلع على اشتغلته لا هم قلبين بعض أكثر فش الحل الحل ينروع على radius على radius وز مهم instance done هيك الصورة جاهزة لي الآن هختار الحبة واحدة فيهم رات click واختار select similar خذ لهم كل اياتهم shift move shift move لنسخة ثانية تحت as instance F Z هتكون تقريبا في المنطقة لهم P A بعد بعد ركزوا معي الآن الآن بدي أقربهم أكثر للمنطقة الداخلية أقربهم ماني والمشكل أزغرهم باختلاف حجمهم طب شو الحل العف في ال radius تبعهم ما بزبط أعطيهم FFD ما بزبط لأنه في قطعة فوق علوية حيقفر عليها break the instance يعني عليك أول شي break the instance shift move خذها as copy done هلأ هم صاروا copy عن القطعة الأصلية بس هم scale واحدة بيكبروا كلهم لكن ما بيأثروا على القطعة اللي هو نكبر scale ما بيأثر على القطعة الآن زي ما تفضل من نسبة الشر قطعت ال instance شو الحل بعد هيك بدي أقربهم لجوه أكثر يدخلوا للداخل أكثر scale maybe لا ما بدي scale الري نفسة إذا عملنا delete لألون خلينا واحدة صح مية في المية بس بدي أسرع 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 بما أنهم instance أنا كيف هستفيد منهم إنهم instance هتطبق على واحد فيهم وهذا الواحد اللي هتطبق عليه ضروري يكون أمامي بالزبط ما يكونش على الجنب عشان الدرجات أخبزكت الحب اللون ونغير لونها لون ثاني عشان ميز ها بس الحب هاي بالذات حطيها FFD FFD بس P Z وأحكي له كل النقاط الـ FFD له هذول حرك لي إياهم للأمام خذلي موف خذلي center 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 مش local view عادي وأقربهم لجوه يا السلام تبهتوا أنا بقرب الـ FFD إذا بعمل الـ FFD 10 off برجعزي أول فكونهم instance مشتركين بإيش لا بالـ scale ولا بالـ rotate ولا بالـ move ولا باللون حتى ولا بالـ material مشتركين في إيش بس في المودفير الـ stack الخاصة بالمودفير list بس استغلت القطعها وحاولت أن أجيبهم بالضبط الآن ممكن نزغرهم كradius ما في مشكلة نزغرهم شوي ليتناسل أكثر ممتاز الآن perfect الـ FFD بدخلهم أكثر لجوه أحسن لأنه نصف القطعة تكون بارزة بس على فكرة لو أخذت حبه على الجن بيتغلب شوي خذ واحدة يا أما side أو يعني يا أما front exactly أمامك أو على الجن 90 درجة 100 واحدة بالـ middle هون حتفت المعاك من شما تمام الآن القطع هون almost done ضايل لدينا البوكس اللي هو this one خلينا أخذها مع القطع هون select similar أوكي فأعتقد أخذهم كلهم هذول سيكونوا مربوطين مع مين في عندي جنزير هون شايفينه اللي هو link مربوطين مع أي حركة شوف أول ما سحبت وضغطت أعطاني link اللي هو خط وتقطع بسيبه في المنطقة اللي هون بقول الآن إذا بمسك body هذا بحرك وين ما حرك أنتم معه يرضى عليكم أنتم معه أي وقت بدي ألغي هذا الشي بعمل unlink بس بس أعطيكم فكرة سريعة عنه link هو عبارة عن مجموعة objects هاي مجموعة أخذت مني كثير مربوطين مع بعض الآن كيف بدي أربطهم مع بعض link select على حبة وضلي ضغط وفلتها هون هيك عملت هاي master وهاي slave click على الثاني وأربط ها في اللي بعدها أو إني أعطي edge from keyboard بيقول لي أنه واحد حيكون linked مش selection link لأن لما أكبس edge from keyboard ببحث عن link إليه بدي هاي تكون هون هاي تكون هون هاي تكون هون لاحظوا الآن هذا المaster لكل شي طب شو مميزه كمان لو بدي أمسك كلهم إذا بعمل double click أخذهم كلهم بالselection أخذهم كلهم لما أعمل روتيت لحبي واحد وهون وألفها كلهم بيلفهم معي لكن لما أعمل double click وألفهم شوف كيف ألفهم عن طريق البيوت شوف كيف بيلفهم معاي عن طريق البيوت وهذا بصراحة التورز بشكل عام أو حتى الجوين للهومن بيين بادي خاصة منطقة القفص العمود الفقري بنعملوا بنعملوا بالطريقة هاي لأنهم لبعض بس ضروري جدا يكون pivot القطعة بس هاي النقطة السريعة على selection front view Z وخدت القطعة هاي selection move وحطيتها تقريبا في المنطقة اللي هون بالضبط تقريبا جبتها في المنطقة اللي هون بالضبط القطعة اللي هون دي تكون أكبر شوي أكبر شوي ممكن تكون point one هاي point one tab point one يعني بهالطريقة بهالطريقة نرفعها هي والبوكس للأعلى شوي أروح على Z طبعا الزيد عندي هون طافي لأنه أنا ماسك أكثر من object بس بقدر أفعل absolute وقلو لا رح لي offset offset بهالشكل تقريبا رفعت للأعلى القطعة اللي هون ها أخذها shift to move إلى قطعة ثانية هون as instance نفس الحبي بالضبط مش هما مش 100% P Z هما مش 100% راكمين على بعض أنا متأكد لأنه أنا بالفرونت بشتغل بحكيله القطعة هاي هاي aligned للقطعة الأصلية هاي بس بدون Z ممتاز ممتاز البوكس اللي عندي هون هو point هون كمان حيكون aligned للقطعة هاي بدون Z أموري تمام أموري هيك تمام إن شاء الله القطعة هاي هتركب على القطعة هاي فبختار align للقطعة هاي بس بالZ بس بالZ بحكيله current object اللي أنا ماسكو هاد حيكون أقل قيمة فيه من تحت والobject اللي أنا ماسكو اللي هو اسمه target اللي هو الهدف حيكون أعلى قيمة فيه بهالشكل before after before after هيك راكمين صاح 100% ونفس الشي هاي هتكون أول شي align القطعة اللي هون صارت فوقها نعطي apply عشان ما أطلع من المنيو بعدين بيقول X والY يكون please center to center done هيكم والي تمام الآن القطعة هاي اللي هي الطاوية نفسها أو القطعة الماسكة الزجاج نفسها فبدي عملها profile عشان عملها sweep بعد دائرة فبختار ها التكولة واحدة بقرب عليها لا لازم فممكن أمشي هاي أو أمشي عها زيان هاي لازم تعرف انه هاي material وهاي material وما بدأ فصل عن بعض هختار line line وابلش لتسيب من المنطقة الهون لحد هون بداية تغيير material عشان أذكر كم بعدين وأرجع لحد هون هون في curve curve واطلع شوي لأمام شوي وهون ما بعرف يعني بحاول إن أعمل zigzag أطلع لهون أطلع لهون يعني it's up to you بالنهاية أنت صاحب العلاقة في اللي بدك هي done عملت هذا الشكل ما قربت ويلت عشان ما يطلع عندي أعوج هاروح مباشرة على modify وحكيله أعطيني trim trim من نفس line بس أفعل SP line وقص الزوائد هاي trim أقص زائد أقص زائد واختار رقم واحد وأختار X-Rom Keyboard أو هاي fillet عندي موجودة فممكن أختار fillet كله بصراحة بده fillet باستثناء هاي بدها ويلت أول شي fuse ويلت والنقطة اللي هون بضرورة تكون موجودة كلهم باستثناء النقطة اللي هون بدأ عملهم fillet فأختار fillet بهال الشكل تقريبا يكون متناسب مع الديزاين هاي القطعة بصراحة ما بيضبط fillet هعملها fuse ويلت وهي حتكون بزي corner أحاول أجيبها بهالشكل تقريبا بهالشكل لها بطن هون شايفين بطن هاللي هون لازم يكون لها بطن حتى ممكن تكون كيرفي أكثر بطيها بدل بزي عادي عشان يكون very smooth تمام هذا القطعة نفسها كم قطرها من الصورة باخذها circle باقوله تقريبا بهالحجم يعني كم يعني 35 سانتي يعني عرضها 70 سانتي كلها على بعض 70 سانتي نعطيها point 4 خليها 80 point 4 على الواقع هكبر كل شي على الواقع خلص خليها زي ما هي الآن هختار إنها تكون adaptive من interpolation x from keyboard x s w sweep واختار pick profile this is my profile واختار rotate ولفة 90 درجة بالضبط مع الانجل snap toggle بهالشكل تقريبا بهالشكل واركبها بالضبط exactly على القطعة نعم unhide all int isolation وأركبها بالضبط عن طريق ال-align للقطعة هاي بالضبط بديها تكون x y بديها بس y minimum maximum بهالشكل أنا أشغال في z sorry minimum maximum في عندي نقطة سريعة بالنسبة للz في بعض الطلاب يسألوني كثير عن الموضوع z بقول لي احنا بالparaspective لما نرسم object لما نرسم object بيكون z للاعلى اوكي أمورها تمام والx والy يمين شمال معروف فيها لما روح على front لما روح على front هي F بقول لي صار y للاعلى صار y طب ليش y موكان z قبل شوي الان روح على P z كان z روح F صار y لانك بتعامل مع view وانت هون لما تحس انه بالz الاعلى لما تروح على front تز الاعلى وتروح على top على P الز الاعلى وما تروح الز الاعلى معناته هذا اسمه world عالمي خلي style عالمي بدل ما يكون نفس الشي بس النقطة الرئيسية ليه انه يكون world بس هاي النقطة اللي ممكن تكون جواب للسؤال القطع اللي عندي هون براكمة 100% وبدي الان بال y تركب على نص القطع هاي عشان بدي اعمال rotate بختار line للقطع هاي line للقطع اللي هون هتكون بال center 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 ل من لل y y اجد بالضبط تم الان المز done خلص شو بدي اختار سلي لك على القطعة وعمل convert to poly وعمل attach ادمج ها مع spheres هدول بطل خلص القطعة انها تكون master slave وحقتر هاي معها وحقتر المنطقة السفلة هاي شباب القطعة هاي صدقا وبكل امانة اذا عندك القدرة تصممها بدون صورة يعني انت رؤيتك الشخصية وبدعاتك الشخصية ممكن تنباع والانتيك بالذات تنباع بسعر مميز مش سعر عادي الان هاي القطعة altq جاهز قطعة هاي دون مشاكل الان قبل ما انسخها بدي الوينها بدي الوينها بلون مميز ولاحظوا هون في عندي لونين لونين عندي لون خشبي وعندي لون ذهبي مطاعم تطعيم يعني هاي قطعة اوكي قطعة نحاسية او قطعة لونها ذهبي مثلا ممكن تكون element لكن هون مطاعم تطعيم كيف اعمل هذا الشي وبابسط طريقة وبابسط طريقة عفك في شغل نسيت هون انا نسيت بشكل عام كيف شافين المستوى يعني الاشي هاد مر عليك ولا جديد بهمني اعرف مين مر علي الاشي هاد انه يتحكم في القطعة بتفاصيل هاي انا في بعض الاشي مرأت علي دكتور وفي بعض الاشي جديدة الحمد لله فيش جديد هاي فيش جديد الحمد لله طيب ممتاز معنا تنعمل القطعة هاي وحيكون عنا قبل ما انسخ لانه عليها متيريا لتابعة لها بالضبط فعنا بروفايل سريع جدا path سريع جدا اللي هو كنتم عرات واختار line حبل ليش من هون لحد هون لحد هون واعتقد لحد هون مناسب الان رقم واحد سليت على القطعة عرات تقريك بزي كورنر واختار هتكون كيرفي لحد هون تقريبا وهي هتكون بزي تقريبا نرجع عبرها شوي هون كمان بزي التفاصيل هاي بالبروفايل لما تعملها بطريقة الصح بتريح نفسك بعدين وهون حيكون كمان بزي واخر واحد بزي كورنر هاي هتكون بزي كورنر بزي كورنر والف شوي بهال شكل يعني تقريبا مش بيرفكت بس اشي يخدمنا مناسب هذا الليل اللي انا اشتغلته الان بدي اعمل البروفايل البروفايل وركزوا مع القطعة كيف فيها بروز هون وفيها نتوء في المنطقة الهون فالذكاء منك انك تعرف ترسم البروفايل من نظرتك للقطعة هاي مباشرة ولاحظوا انها من هون صغيرة ومن هون كبيرة من هون صغيرة ومن هون كبيرة هاد الشي كمان تحطو على الاعتبار طيب نرسل بروفايل راتي كليك واختار line line البروفايل هيكون اقرى ما يكون للإلبس هون هاي إلبس هاي القطعة اللي هي الكيرف اللي هون لكن هون في رسيس خفيف يعني لو كماننا هون هيكون رسيس خفيف فهروع على الإلبس عملو convert to s p line واختار الفيرتكس هاي اعملها delete والنقطة هاي والنقطة هاي ممكن عملهم يكونوا او هات المنطقة اللي هون delete سوري delete ما بدي فاخت الكيرف اللي هون هختار نقطة راتي كليك او اختار create line عشان يكون تابع للأوبجيك الاصلي او حتى لو مش تابع ما عندي مشكلة النقطة اللي هون لاحظ اعطاني connection ابعدو شوي عنه بدي هاي المنطقة يكون فيها رسس ميلان تقريبا لحد هون بروز لحد هون في رسس لجوبة هون كمان تقريبا لحد هون لحد هون وتسكر معا بس هاد البروز اللي هون شايفينه هو هاد والرسس اللي هون في المنطقة هون هي الزاوية اللي هون في ضربة خفيفة هون عالطرف يعني ممكن اعمالها باني اضيف نقطة صغيرة هون بس مش مستهل الموضوع هختار فلت لانه لازم يكون كله فلت وهضور تنتين فلت هاي القطعة بدي نفسها على الجهة اليمين بختار سلكت عليها وبختار ميرور ميرور بهالشكل واجيبا تقريبا لحد المنطقة اللي هون الان بدي اوصل مع بعض عن طريق ال اعمال موف لتحت شوي هون بس قطعة اللي هون اخذها على يمين شوي بروفايلك اذا اشتغلت صح طبعا ليش لحن مباشرة لانه في عنا اوبش اسم اوتو ويلد فاوتوماتيك ويلدنك مفاعل باي ديفورت فاذا اذا كان فيه خطين او نقطين ضمن مسافة اللي هي 0.001 يعني ميلي لحالهم بياخذوا ويلدنك النقطين هذور هيكون فيوز ويلد ما بديهم خلاص هذور ما بديهم جديد فهذا بروفايلي هذا هو بروفايلي للقطع اللي هون وممكن حتى اعمله scale اكبر بهالشكل المتقوقع اكثر تمام عندي الpath هايو الpath وعندي scale x from keyboard l of l of loft get shape هاي shape ممتاز الان الان انتبه ما في undo بنعمل مباشرة edit hold عشان اذا تخرب معك او ضرب امورك طيبة ما عندك مشكلة اول اشي الpath اللي عندي هون اللي هو this one عندي shape وعندي path الpath لو رحت على line اللي يدير بالك انتبه line adaptive هايو مفاعل اموره تمام حروع على shape الان هاذ shape مساكلية p z حمل rotate وما بزبط تشغل اصلا الانجل سناب توقع الفاضي بدك تنتبه تنتبه تلف وتلف وهيك لا بدأ العكس 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 كمان 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 لفيت وطلعت 110 90 بالضبط طلعت تحت هون في coordinates 90 عطاني 90 بالضبط هون فعطاني هذا الاحساس هذا كيرفر القطعة ممتاز جدا بس في تكسيرات خفيفة من loft نفسه في عنا skin parameters path steps كل ما خففناهم كل ما كان مكسر وكل ما زدناهم كل ما كان افضل كيرفي افضل افضل يعني 12 خلي 16 مرر عشان يكون very كيرفر بس عندي مشكلة صغيرة انه هون الحب الصغيرة وهون الحب كبيرة يعني النفسها بتزغر مع المسافة كيف اعمل هذا الشيء الان حجمة واحد ما في مشكلة من deformation هدخل الان بدل فت هدخل على scale scale بيخلي اتحكم في القطعة فعندي نقطتين النقطة هاي مستوى scale للقطعة فلاحظ القيمة اللي عندي هون 100 هون القيمة عندي 100 بتبلش من zero وتنتي لحد 100 اللي هي طولها كاملة هاي نسبة مئوية 100 فإذا بمسك نقطة اوكي وبحاول اختار move في عندي move اعلى واسفل في عندي يمين وشمال نزلنا الاسفل شوي شو صار صار ترفيعة جدا من المنطقة اللي هون لا لا درجعها لحد 100 قيمة تكون 100 ترجع 100 بالدهاية تنزل اوكي لحد 30 واسفل في المية بهالشكل بس مشكلتها انه هي صغيرة هون بس لكن بعد هيك كبيرة فممكن اغير انه يكون نوع بيزية نعم ممكن اعمل بيزية واختار move عادي x y تحكم فيه وعطي هذا الشيب شوف كيف الان صار عندي كير كبير نوع ما بصغير بس في المنطقة اللي هون بعد هيك فالمنطقة اللي هون هي من النقطة اللي هون عند اخذ profile خط الجاي متقطع بالطول هذا profile فممكن اعطيها بهالشكل 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 يطلع عندي شكل ممتاز جدا جدا اموري بيرفكت الان هعمل ال line بال y axis مع القطع بالضبط بال y بس سنتر سنتر done اموري فيه فممكن اختار line vertex وامسك النقاط امسك النقاط لل path سوري وابلش اتحكم اوكي عندك القدرة يعني جاهز بالنهاية عبارة عن قطعة اليك الحرية في التحكم فيها ما فيها اي مشكلة انت بتحكم في القطعة زي ما بدك فما احد يعني بحكي لك انه done بتاع الموضوع لا مور flexible ما بدك flexible تمام الان عندي قطعة قطعتين ثلاثة قطعة هاي اردي جاهز هي هون امسك نفسها وعطيها elements shift احول من local view shift move وحطوه نسخة عن هاي بالضبط اوكي as elements as clone ما بيأثر بصراحة وحول يفضل ان تكون reset او بلاش عملها reset لانه اللي تحت حال عملها reset اللي تحت منها هي profile هي نفس هاي بالضبط على فكرة اللي هون بالضبط فممكن اختار profile هذا نفسه اللي اشتغلنا اول وعملوا نفس click عليه طبعا بما اني حولت لفت حولت ل poly بطل في علاقة بينهم فحختار حختار هذا سويب حيكون بالنسبة segments هذول لحد هون ctrl shift move اه سويا حولت poly هعمل detach poly ctrl shift delete ctrl shift move هون sp line فعملوا detach فصلت واختار القطع حيلا وحدها واختار pivot انها تكون center اخذها وبيدي لها سماكة ممكن اعملها سماكة عن طريق اني اختار من sp line اختار لها outline لي السماكة انا شباب واثق يعني بقدرات كو يعني ما عندي مشكلة انه قدرات الكل فيكو رائعة فحتى لو كنت سريع نوعا ما انا متأكد واثق من قدرات كو يعني انه اللي ما استعب شغل يقول لي معلش تعيد ما فيها اي مشكلة هي connect عملها corner وهذا اشي واثق من ما بدي please اذا حد فيكو خجداء من سؤال لا يحكي لي ما في مشكلة shift move للأعلى هاي المنطقة كل ما بدي ايها delete 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 وبيدي هاي النقطة بالضبط يكون عمستوى النقطة هاي بالضبط وعملها corner ده هذا profiling امتاز بس بختار انه يكون length هالمرة مش يسوي length length بس حجم النوع ما كبير شوي نظغر ها شوي نختار center أصغر أنا هكون سعيد جدا المحاضر القادمة لما يكون الكل مشتغل هاي delete اختار رقم واحد وادخل على رقم واحد وعطي center ووزيح شوي عش ما تقريبا هون يعني تقريبا هي مقلوب اعتقد يعني مقبول نوع ما مش القصة تمام الآن عندي كمان circle في المنطقة اللي هون هختار circle عادي ومن circle هختار extrude هذا حجمها تقريبا هختار rotate الى 90 درجة extrude x e x t r هيكون ارتفاع بسيط جدا يعني to match this p الآن القطع هتكون aligned بال y للقطع اللي هون مية تمام القطع اللي هون هتكون center مع القطع اللي هون بال x y center 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 القطع اللي هتكون كمان center القطع اللي هون بال x y done الآن القطع اللي هتكون جزء من القطع هات رأي تقليق واختار attach with this one صار قطعة واحدة مع بعض الآن قبل ما أن سخم قبل ما أن سخم بدي أحاول أعمل هذا الإحساس هذا الإحساس بحيث يكون blended alt q alt q طبع حال نعرف نعمل blend و mask mask أكيد الكل بعرفوا في عندك زعاجة يوسف كيف بركز معي مش عارف طب الآن لاحظوا لاحظوا اللي في عندي material هون مختلفة عن material خشب عندي أكثر منه material إشي دهبي وإشي خشابي بغض المظر كيف أفصل بينهم حعمل mask و mask هيكون vertex paint vertex paint vertex paint يعطيني إمكانية إني أرسم على object مباشرة أرسم على object مباشرة بحيث يعطيني لونين أبيض وأسود يكون عبارة عن أبض الأسود عبارة عن mask يكون أبيض الأسود عبارة عن mask بختار paint وبلش أرسم alt control مع x بيزغر البراشر نفسه control مع x بيزغر البراشر وهي size تبع البراشر إذا حابت عمله مانون أفور إذا مزعج الشكل هون اختار إنه تكون this one بعطي أبيض كامل اللي هو object وبلش أرسم عليه الآن بعطيك لون أسود وهذا اللون الأسود مش إنه لون هذا بالنسبة إلي شلون هو بعطيك إنه هيكون هذا mask القطع هاي بالذات بالنسبة إلي وركز بالضبط وين وين أنت بتحط نصف البراشر لأنه بركز كثير على منطقة منتصف البراشر بالضبط بهالطريقة 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 سمعين الصوت شباب في عنا حفلة في عنا فاردة زف زف على الشارع فإن شاء الله الله يفرح الجميع يا رب أمين أقبل عند مشت يا رب لأن لأني مش شايف الأضنع بدي أغيره بس بس ما بشوف بصراحة التفاصيل كثير بس بحاول أن أعطي option this one this option جاي in between وبلش أرسم على القطعة هاي مبارشة رهي اللي عنده القلم القلم اللي بسموه التابلت ويرسم عن طريق التابلت أسهل إله حيكون نظام السكالب بهالشكل قطعة اللي هون والقطعة اللي هون بهالطريقة طبعاً بدك تحاول تعمل جزء أو جزء أو لا المنطقة اللي هون نفس الشي هالمنطقة حتكون كلها ذهبية بالنسبة لي أوكي أحعملها كير بهالشكل فصدقاً يعني سهل موضوع سهل موضوع يعني كنترول إذا بك بس كنترول طبعاً إذا بالغلط أجت إصباي على كنترول وأنا برسم بعمل كانسليشن للرسم مباشر بس هون دقتك في الرسم يعني بالنهاية هتعمل لك القطعة ما في داعة تعمل لك تعمل ديتاش للقطعة جماليتها جماليتها إنه بعطيك زي أثر بسيط طبعاً هاي بدأ ألغيها اللي هون بختار المحاية اللي هون مع كنترول ألت وحاول أمحي المنطقة اللي هون محيتها فهي زي محاية تمحي جمالية اللون هذا إنه بعطيك زي تأثير خفيف كأنه عن جد رشة القطعة على الواقع وزي جاي رذاذ باللون الذهبي على باقي الخشب بتعطي جمالية بصراح أنا بشوف هيك ما بعرف عنكم إنها سعتبرها خطأ بالفينيشينك بها الشكل بها الشكل تمام طبعاً أنا مش هعملها كاملة بس أنتم فهمتوا المبدأ بشكل عام فهمتوا المبدأ بشكل عام الآن بدي ألفها الآن لما أجي ألفها نفس الطريقة السابقة بدي ألفها حاول القطعة اللي هون بحاول أختار وبيدي أختار أنا ماسك القطعة هاي وبيدي أختار الروتاشن يكون سنتر هاي القطعة بالضبط أو اللي تحتها فبختار إنه يكون آآ بيك بيك ريفرنس هذا الرفرنس تابعي وعشان أشغل الروتيت ريفرنس بختار كوردينيات يكون ريفرنس كمان لأنه عندي قدرة لن ألفها كم حد بي عندي بتصورة مبين ثلاث تراثمية وستين درجة تقسيم ثلاثمية وعشرين درجة فبختار شفت مفاعل الانجلسينا وعشرين done as instance done الأمور تمام صار عندي ليش العدد عملته واحد بس آآ ماتوا بالinstance عقلي عندي الزف يعني هاي اثنين تمام الآن الآن القطعة جاهزة تقريبا بقياسات بديها لكن بدي أحط قطعة زجاج وأنهيها مشكلة فارجيكم إياها جاهزة daylight daylight فارجيكم إياها جاهزة من هون من render من هون من render نفس بقدر عنطيها open the scene لا ما تحفظ اللي نعمل تمام مشكلة إنهاء كل القطعة هاي بصراحة بعطيني أول إشي مقياس لقدرات الطلاب اللي معاي أوكي بناء على شغلكو ها حد دي ديش محاضرة عنا بالكورس أصلا بصراحة وغير هيك بهمني لكواليتي لشغلك بصراحة بهمني لكواليتي لشغلكو حتى الآن في هاي القطعة جاهزة الآن قطعة جاهزة نفس الطريقة السابقة حطت عليها الزجاج هون وعملت بيتاش لمنطقة هون عطيتها لون ذهبي وهون لون خشبي الآن كيف لونتها عن طريق multi sub object سوريا عن طريق blend material فهندخل على material هلاحظ إنه في عندي blend material gold وخشب وفي عندي vertex map لحاله بعرف وين أنا عملت تخطيط طبع من وين جبت هذه vertex map مرة تكليك maps general اسمها vertex map هيا ولا غيرت فيه اشي vertex color تمام طب الgold من وين جبتوا أصلا اللي عندي من نفس الgold المaterial الخاص بال V-ray this one رحت على متلك واختر this one هذا هو blaring gold وخشب أعتقد خط واحد من هذول أعتقد this one جمعهم مع بعض ونعمل blend وكان الله بالسر يعلم ونعمل render المو الواضحة شباب في نقطة تحب أراجعها أحكي عنها هذا هو الأسامة تبعنا الأول ما في ID بالنسبة للcolors لا لا ما في لا لا ما في ما في قصدك القطعة هاي نفس اللي هون هاي القطعة هاي القطعة عملتها group open أصلا قطعة هاي لوحدها مفصولة لو رفعتها لأعلى شوي group لسه group group أعملها والاسمها group أصلا هذا سوى شوف هاي القطعة مفصولة ما لهاش علاقة بالقطعة الأخرى رفعتها لأعلى زي سوارة عدائل هاي بس وهاي نفس الشي detach ممكن تعمل ID ما في مشكلة بس المهم في الموضوع اللي هو vertex color صراحة هذا هو مستوى دورتنا وحيكون يطلع انتاجية بهالقدراتها إن شاء الله لقدام حتكون أمور فيها تفاصيل أكثر بس بهمني feedback منك أسمع الفايل vertex حابب شوف مقاس بس القطعة اللي انت عملتها دكتور size تبعها size تبع القطع اللي عندي هون عندك ملف PDF لا لا بال7 رقم 7 شوف رقم 7 حجم الفايل 500 ميجا 500 يعني vertex بالضبط اللي يشوف IF4 لا مش هس مش موضوع مش موضوع حجم الآن حجم اللي بعدين لا لا الآن بس كيف أنا أعمل design لأشي بالطريقة هاي بس رائع بالنسبة لأهلي رائع طيب أسمع طلاب جبريل شو رائعك جبريل يعني حسيت أنها ببداية صعبة مع التبسيط والشغل صارت سهلة ولا لأ إليك النظرة أخرى طيب سعد سامعنا سعد سامعك دكتورة شو رائعك بصراحة يعني الصراحة من أول نظرة بتحس أنه إشي صعب كيف تتساوى بس بعد ما شرحت كيف يعني لأ بيّن أنه اللي تركتها كيف يعني ممكن يطلع معك إشي أكيد طبعا معناته أول أصايمت إنه بتمنى المحاضطة القادمة لسه معنا الأحد الثنين الثلاثة والأربع يعني معنا ثلاث أيام فري أوكي لو اشتغلت كل يوم ساعة بتعملها مرتين ثلاث مش نفسها ممكن حتى تعمل أعقد منها بس بلا عليك مهندس بشار في مجال الالتزام لا أكيد قصد الالتزام في القطعة نفسها لا أكيد دكتور ما تعمل إشي كمبلكس كتير الله يرضى عليك لا الله يسلم تعودنا على شي هذا من أول بتذكر يعني بارك بأمرك الله يباركيك وسلمك طيب من إلو سؤال أو نقطة بتحب أعيدها أو أحكي عليها أويس مش معنا أعطيك لا أعطيك يا رب وسلمك أويس إيش رأيك والله متعب جميل تمام تمام معناته أنا مش هزود عليكو أكثر نكتفي بهذا القدر هبعث لكم على الواتساب الصورة هاي والصورة الثانية تباتي الرندر وبتوقع منكم إن شاء الله أنها تكون جاهزة المحاضر القادم أي حد إلو سؤال أو استفسار خلال الوقت الجاي يبعث على الواتساب وأنا جاهز الفيديو شيء يعني بكثير ساعة ساعتين يكون عندكم تمام شباب تمام تمام دكتور يعطيك العافية السلام عليكم جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر